ترجمة نانسي قنقر مؤكد في إطار العلاقات الحميمية فيما بين الشعبين المصري والبحرين وأيضا في إطار مزيد من التواصل القوي فيما بين القيادتين الريس السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى مؤكد أن العلاقات الاقتصادية بتنمو بعدل طيب للغاية خلال السنوات الأخيرة نحن نتحدث عن حجم للتبادل التجاري يتجاوز مليار دولار نتحدث عن حجم استثمارات للشركات البحرينية في مصر يمكن تجاوز 3 و 2 من 10 مليار دولار أيضا استثمارات مصرية موجودة في دولة البحرين تتجاوز 500 مليون دولار لكن ومع هذا وعلى دقاءة من هذه الزيادة أتصال أنه ما زال وفق العلاقات الاقتصادية يتسع لكي يتسق ويتوافق مع العلاقات السياسية خلينا شيء لأنه الحياة العلاقات السياسية في قمتها والحياة هذه ليست خلال الأعوام القصيرة الماضية فقط لكن يمكن أن العلاقات فيما بين الدولتين والشعبين الحياة جزور ممتدة على مدار السنوات طويلة يمكن منذ أول بعثة تعليمية مصرية وصلت لدولة البحرين عام 1919 والحياة البحرين على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب دوما بيساند الدولة المصرية ده زارت بشكل جالي في سورة 23 يونيو لـ 1952 زارت بشكل قوي في سورة 30 يونيو 2013 وأيضا العكس بالعكس أو يمكن الشعب المصري أيضا بيساند بشكل قوي للغاية دولة البحرين يمكن دولة مصر الحياة سندت التعديلات الدسترية اللي وجدت في البحرين عام 2002 سندت الحياة الاستقلال لدولة البحرين عام 1971 أول دولة بتوعين سفيد لها في المنامة كانت مصر وبالتأكيد العلاقات السياسية قوية وممتدة على مدار السنوات طويلة وعلى ضغم من الزيادة الجيدة في العلاقات الاقتصادية سيكون على مستوى التبادل التجادي أو التدفق الاسمادي أو حتى ودع الحياة عنصة الهام للغاية تدفق السياح لأنه يمكن الحياة المصريين الحياة بيحبوا كثيرا الأشقاء بالدولة البحرين اللي ببيعته لمصر وبالتالي التصوير السياحة من بين القطاعات الاقتصادية الهامة اللي متوقع أنه تشهد مزيد من الزخم خلال الفترات القادمة نعم إذن دكتور كيف يعني لا شك أنه مستقبل العلاقات بين البلدين يستشرف آفاق واعدة يعني في المجال الاقتصادي والاستثماري يعني كيف تعلق على ذلك؟ يمكن اللي بيلاحظ الزيارات المتبادلة ساكن رئيس السيسي لي البحرين أو جلدة الملك لمصر أتصور أنه يلحظ بشكل قوي أنه القيادتين الحياة بيفتح مجالات أقصد لتعاون الاقتصاد ويمكن يحيط فيه تكلفات واضحة ساكن من رئيس السيسي أو من جلالة الملك لكلتا الحكومتين علشان حجم الألقات الاقتصادية يرتقي وينمو بوطيرة متساعدة أتصور أنه الأمر يحتاج ليه مش بس القادة أو حتى مسؤولين الحكومين أتصور أنه الأمر يحتاج ليه مزيد من التواصل فيما بين مجتمع العمال في كلا الجانبين أتصور أنه نحتاج لزيارة موسعة من جانب المستثمرين من دولة أو من مملكة البحرين والأمر أيضا يحتاج ليه زيارة من كبار رجال العمال المصريين لمملكة البحرين أتصور أنه هذه الزيارات ومزيد من التواصل فيما بين مجتمع العمال في كلتا الدولتين هو الذي يمكن أن يرسخ ويحقق على عرض الواقع مستهدفات وطموحات ساكن القيادتين أو الشعبين نعم من القاهرة دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك موسيقى شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك